هاي يا ارميين ونحن ماشي يا أصدقاء جلتكم بالفيديو جديد اليوم يا أصدقائي انا اسموق قرأت فاللينوان اليوم يا أصدقاء باختصار ت conversation with you ميزة القفزة ناسما قلت لكم في الفيديو السابق سالها شهر تقريبا فهاية يا أصدقاء من اصدقائي وكما قلت لكم رح يضيفون ميزة تقفز عن قريب ما وصدقائيو يوضافوا بيكا أكزيو وناقدر إن نقفز وهالي كما اقل لكم تحفة فشوفوا ايضا ملابس يعني استخدمت بس هذا الملابس هو حذاء اسود و شعر بس بس الشعر مخلي ملابس كلش تحفة حتى ما يحتاجوا تحط له اكسسوار لانه كلش حلو شوفوا حرفين حلو و انا اظل كل يوم اغير بس اوكي انا ما حب اظل ابقى على نفس الشغلة احب دائما اغير يعني اكو يوتيوبر يبقون على الشعر طول مسيرتهم في بك اكسسي انا ما احب هذا الشي احب اظل اغير بس هذا حالين كلش عاجبني فايا بي ازقائي شرأيكم فيه الحرفين يجنن يجنن بعض جماله حتى مدري ليش احس الشعر يشبه شعر ليسا بلاك بينك مدري ليش حاسه بس اوكي مشوها فاحس انو نس الغرة هاي مدري ليش بس اكي احس حلو فهس خلونا ناخذ الصندوق او الشي احطوا لايكات طبعا ونشتركوا في القناة وفعل الجرس وخلونا نبلش هسا يا زقائي نروح نلعب لابة كريزران ونشوف ميزة القفز العالي فيها فتعروا يا سقر خلونا نحفظ هاي الملابس الحرفين تحفوه يعني هذا الشعر لوش ما اقول لكم مش قلت تحفوه تحفوه لانو بس ملابس لا اكسسوار ولا حتى شعب بحر ولا غلوز ولا شي وحذاء عادي حطيته يعني حرفين هذا الشعر يخلي الشي حلو واذا كان هو مو حلو الصوب حرفتو كيف او الملابس او السمو فلذلك اصدقائي اذا كنتوا حايرين تشحنون ملابس البنت الصفرة فحرفين انصحكم بها حالي فخلينا نسرع شخصيتنا فا اوكي تدرون صراحة اخر فترة قمت احس انه شعر 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 ايليا صرت احسها موحد واريد اغيرها فانتظرت ملابس هذن البنات الثلاث حتى اني اقدر استخدم شعرهن اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشعر تحفى والله حبيت احنا دخلنا على اللعبة وننتظر انه ثواني تمشي هو اوشي راح يراوينا المكان هاي شو هاذا صفن اوكي اشوفه او ماي قاد فيه ماء ونسمى قلنا فيه قفزة فتعالوا نجرب فاوكي لحد السماء اكفت قفزة او فتشي مثل هذا شو مو حاس انه اكفت تغيثواني لحظة لحظة ماد احس الشي مختلف ماد احس الشي لحظة خلونا نطلعوا ما نستخدم بدلة على مدى نحس بس شوفوا ماد احس بايشي ولا اكفت قفزة او شي مثل هذا اللبه طلعتني يا صدقاء شكلت فيها خلل يا صدقاء لذلك يعني ما خلتني السراع فراح اطبلها من جديد وارجع لكم اوكي يا صدقاء فدخلت من جديد بعد ما شفتوا اياي اول شي لما استخدمت بدلة احس باي قفزة ونسلوك اطلعني فخليها نجرب بدون بدلة هاي ملابس لا فيها قفزة ولا سرعة ولا اي شي فخلونا نجرب اتمنى هالمرة ما يطلعني لانو طلعني مرتين وانا دا اصور فهالمرة بلكت ما يطلعني طبعا لبس ملابس هذي حرفين ملابس هذي اي ملابس البسة حرفين تطلعتها فهاش شعر يا صدقاء مميز فأو ماي جاد ولا دا احس باي قفزة بس لاحظوا بس لاحظوا مدى احس بشي هاي قا عاقزوا اياكم وقدامكم ومدى احس باي قفزة حرفيا فيب مدى احس بشي هاي قفزة كلش ماكو طبيعي ما فيه شي لاسرعة لاابل اش عجب بس هما اذا شبتوا اياي هما كانوا كاتبين في الاخبار ومادري شنو هاي كاتبين انو فيه السرعة قفزة بالاصرح سوري قفزة في الكريزران بس كلش ماكو نفس مدى تلاحظون بس دا اقمز حتى الشخصية يعني تعبت وايب وما دا القى اي نتيجة يعني حرفيا ماكشوفوا شوفوا بس هاي طبيعي هاي قفزة طبيعية في كيكزي ترى فيعني لا اكفد ميزة ولا شي ولا ابد فقلي نكمل مدى احس بشي اصدقائي جربوه ولا ما رح تشوفون شي خصوصا ستوه ترى واضح نمدى اقفز يعني عالي وقع شوفون نتوياي بعد وهاي رحفوز اصلا ما شوفت ايشي او ممكن يضفوها بعدين ترى انا ما قرأت المكتوب بالضبط بس شفت يا اصدقائي حاطين ميزة وبالصوره هاي فتعلو نتاكد من جديد اااا اااا وين التطبيق هذا هادى شوفوا هنا واضح واضح انه تابع قرزة شوفو ااااا اوكي فهمت شنو الفكرة يا اصدقائي شوفوا يقولون بكيكيكزي انا رح يخفضون الجاذبية في بكيكيكزي يعني شنو بكريزيران رح نقدر انه نقفز اعلى عرفتوا كيف فيعني هي محالياً مو هسة تمام فخافت اظلوا ان تجربون وما شوفوا ما تلقون هسا اي نتيجة هسان جربت قدامكم وما لقيت اي نتيجة القفزة طبيعية والكونس كل شي طبيعي كل شي طبيعي فهم يقولون يا اصدقائي عن قريب رح يصنون هاي الشغلة اتوقع بزير غرافتي رح تنزل بايب لأنهم قاعد يقولون غرافتي شوفوا أنا كل مكتوب غرافتي هي جاذبية و ايضا يا اصدقائي يقولون استعدوا لهذا او هذا الشي يعني فيب يا اصدقائي يعني يا اصدقائي خصوصا لاشخاص ما يفون يقرون او ترجمون او شي مثل هذا طبعا يا اصدقائي رح تحصلون على استيكر في لابة كريزران باقتصار يا اصدقائي عد انه لما اتلعب كريزران بتحديث الرينبو هاي وتحصل على ثلاث نجوم فأول تالي رح تحصل على هذا الاستيكر بس أنا صدقاء حصل ثلاث نجوم ما انتبهت وان فزيت باربع وستين ثاني يمكن فيب يا اصدقائي فما انتبهت بات شتاني صدق ما اخذها لقد فخبروهم تعليقات يا اصدقائي هم حصلت هذا الاستيكر او لا فهو مكتوب الخانة الذهبية الذهبية شنو اللي بنفس الجيه الغامق مكتوب هذا الشي او يب فخلونا ناخذها بعد اوكي فاردكم ما ستحطوا لهواليكات شركوا في القناة فعلوا انجرسوا لحد السان كلش حب الشعر والله حرفيا حلو وبس وابا احبكم واشوفكم بالفيديو الجاي شكرا شكرا